نادي الوداد المغربي يتفوق على نادي الرجاء المغربي في ديربي الغضب المغربي ديربي ما بين أقوى فريقين في المغرب أقوى فريقين موجودين في الدور المغربي نادي الوداد ونادي الرجاء والمباراة انتهت طبعا بفوز نادي الوداد بنتيجة 2-0 يمكن اللي بتابعني عارف ان انا قلت ان الوداد هتصدر الدوري هذا الموسم بعد ما يلعب مؤجلاته وقلت ان نادي الرجاء عنده مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها ومش عارف يعمل ايه نادي الرجاء المركز الاتناشر على الدوري المغربي حتى الان والوداد المركز الاول فرق شاسع بين الاتنين ودول مفروض ان هم اكتر اتنين مرشحين للفوز بالدوري المغربي ويأسأزانك بس اولا نخش في التفاصيل ونروح في اي حتى نساش تعمل لايك للفيديو دمر زرار اللايك وبعد كده اعمل شير للفيديو في كل مكان وما تنساش كمان تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرش لانتابع كل اخبار الدوري المغربي ما تنساش تعمل فلو صفحة الفيسبوك فشفنا النهاردة المباراة بتاعة نادي الرجاء مباراة قوية جدا حماسية جدا ولكن خلينا نكون واقعيين شوية ان نادي الرجاء كان مستحوز على المباراة في معظم الوقت قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه قدر ان هو يتصدر جدول الترتيب ب14 نقطة من 6 مباريات كسب 14 عدل 2 10 اهداف ليه و3 اهداف عليه هو حاليا يعتبر اقوى دفاع في الدوري المغربي بالتقاسم او بالتشارك مع الفتح الرباطي وايضا مع نادي شباب محمدية دخل فيهم 3 اهداف فقط ويمكن هو حاليا اقوى هجوم في الدوري المغربي ب10 اهداف نادي الرجاء يا جماعة ما عرفش عنده مشكلة كبيرة جدا نادي الرجاء في مركز ال12 من 16 فريق حتى الان نادي الرجاء فاز في مباراة وحيدة من ال6 مباريات اللي لعبهم وده رقم قليل جدا 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 دخل في مرماة 6 اهداف وجاب خمس اهداف نادي الوداد يعني عمل مباراة يدى جدا 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 ويمكن شفنا مباراة كانت قوية وفي الحتة الدقائق الاخيرة اللي شفنا فيها نادي الرجاء بيجيب جون كمان عشان نتقلمطش يخلص اتنين واحد لصالح نادي الوداد المغربي يعني انا عايز اقول بس ان نادي الوداد النهاردة مع طبعا مدير الفني الحسين عموتا اللي الناس كتير اتكلموا وقالوا ان لما رجراجي يمشي الوداد مش هيقدر يستعيد مكانته مرة اخرى لان رجراجي كان عامل كبير جدا في فوز الوداد وفي خطته وفي حماس لعبيه ولكن الحسين عموتا بصراحة يا جماعة يعني الراجل عامل اداء ولا اروع ولا اجمل يمكن النهاردة كان بدء التشكيلة كمان باربعة اتنين تلاتة واحد لعب باحمد رضا التجناوتي طبعا ولعب بايوب املود ولعب كمان بحسين بن عيادة وارس انزولا وياحيا عطية الله يحيا جبران ورضا جعدي وسيف الدين بورا وايضا ايمن الحسوني ومحمد اونجم وبولي جونيور صامبو نادي الرجاء لعب باناس الزنيتي ومحمد بنتاج وايضا لعب بجمال حركس ومروان حدودي ومحمد نهيري محمد زريدة وروجر اهلو ووليد صبار وايضا لعب عبد الرؤوف بن جويت عفوا واكسل مي ويوسري بوزوك يعني مباركة نتجايدة من الطرفين مش هقول ان هي كتطرف واحد اه مش عايز اقول اه يعني نزل النادي الرجاء للنادي الرجاء فيه تخبط فيه تغيير مديرين فنيين مش رأس على مدير فني معين ولكن مباراة جيدة جدا يعني الناس اللي بتحب يا جماعة كرة القدمة المغربية كانوا يستمتعوا جدا 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 بها دي المباراة مباراة اكثر من رائعة اه انا عن نفس استمتعت بيها وبحب تفرج على كرة المغربية اه نادي الوداد دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات عنده حماس قوي جدا 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 ان هو يكمل على هذا الضرب وياخد الدوري الموسم ده كمان وكمان يكمل في دوري ابطال افريقيا ويحاول ان هو يحافظ على اللقب بتاعه انا عارف ان صعب السنة دي ان الوداد يحافظ على اللقب بتاعه لان كل الاندياري دخلة دخلة بشغف كبير جدا ان هي تكسب وان هي تحاول تحقق لقب دوري ابطال افريقيا ولكن الوداد فريق كبير مش فريق صغير فريق يقدر ينافس على آآ دوري ابطال افريقيا ويحافز كمان على اللقب بصورة آآ كبيرة آآ نادي الوداد يا جماعة يعني اللي عايز اقوله ممكن لما حد يجي يبص على الفريق هينحس ان مفيش لعبة محترفة كتير آآ معظمهم لعبين محليين آآ آآ القائمة مش متخمة بلعبين محترفين هتيجي تبص على نادي الوداد مسلا لو روح تتبص على السكواد بتاعه مثلا هتيجي تشوف هتلاقي ايه بقى يا باشا هتلاقي مثلا ان آآ لو خدنا مثلا مركز الهجوم عنده آآ سامبو هو اللي من السنغال طبعا تلاتة وعشرين سنة هو ده يعتبر في مركز الهجوم هو المحترف طيب عنده كمان آآ ديمبيلي ولكن ده يعتبر آآ ما بيشاركش قوي بعد كده عندك آآ مؤيد اللافي من ليبيا الباقي كله مغربة عندك آآ حسين بن عيادة من المغرب عندك آرسن زولا من كوتيفور يعني مش هتلاقي تقريبا حد تشكيلة اساسية بيلعب غير واحد اللي هو عسين بن عيادة وارسن زولا وايضا آآ ممكن تلاقي آآ صامبو بقى تلاقي مثلا تلاتة بتشكيلة اساسية بيلعبه آآ تمانية عفوا آآ ايوة صح تمانية بيلعبه آآ آآ محليين مش محترفين وده يا جماعة بيبقى كويس جدا 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 لمنتخب المغرب يجي يقول لي منتخب المغرب يعمل في ناس محترفة كتير جدا عايز اقول لك الكوادر بتاعت منتخب المغرب للشباب عايز اقول لك العيبة اللي بيطلعوا من الاندية دي وبيروحوا يختلفوا برا بيشرفوا المغرب برا آآ بيقدروا انهم اثبتوا نفسهم يوم عن يوم فانا شايف ان الكرة المغربية ماشية بمنظومة ثابتة وبخطة ثابتة ما شاء الله واندية كتيرة جدا نفسها ان هي تعمل آآ نفس آآ السيستم او نفس النظام ده فيمكن آآ اعتقد ان آآ الفترة القادمة الكرة المغربية تشاهد كمان ازدهار اكبر ويمكن الكرة المغربية كمان والمغرب تحقق آآ ارقام قوية في كاس العالم القادمة. الناس كتير بتتكلم بتقول ان المنتخبات العربية في كاس العالم مش هتعمل حاجة انا شايف بالعكس تماما لا المنتخبات العربية هتعمل حاجة وهتعمل آآ يعني حاجات ممكن الناس ما تتوقعهاش ممكن آآ تعمل آآ حاجات تخلي الناس تنباهر اللي هو ازاي آآ فرق عربية او منتخبات عربية ادرت انها توصل دور الستاشر ازاي ادرت توصل دور التمانية مثلا. يمكن انا كنت اتمنى شخصيا مع تونس والمغرب والسعودية ويعني كل الدول المشاركة اعتقد قطر كمان وكان نفسي كمان الجزائر ومصر يدخلوا. دي كانت احد امنياتي. ولكن يعني الحمد لله ما حصلش نصيب ان الجزائر ومصر يدخلوا. دي حاجة كانت مدايقانة جدا كنت اتمنى اشوف بلدي وطبعا بلد الجزائر اه موجودين في كاس العالم. ولكن عايز اقول لك ان لو انت جيت بصيت على مسلا مجموعات كاس العالم سريعا انا مش بخرج بس بره انا بقول لك بس حاجة على جنب. لو لقيت قطر مع اكوادور وهولندا والسنغال. يعني اه قطر عندها فرصة انه ممكن تتآهل اه في هذه المجموعة. مجموعة مش قوية قوي. لو جيت تبص مسلا على السعودية معها الارجنتين والمكسيكو بولندا برضو مجموعة مش نارية قوي هي الارجنتين اللي هي عالية قوي 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 فيهم. هتيجي تبص على تونس معها اه الدنمارك وفرنسا واستراليا برضو هي اه فرنسا هي اللي فيهم. هتيجي تبص كوستاريكا وعفوا اصلي هتيجي تبص على اه بلجيكا وكندا وكرواتيا والمغرب دي مجموعة رخمة شوية ولكن المغرب تقدر تسعد تاني بازن لو تكسب كرواتيا كمان. اه ويعني اه انا شايف ان المنتخبات العربية لها ان شاء الله يكون لها حظ كويس. ولكن طبعا كنت اتمنى مصر والجزائر يشاركوا كمان مع بقية المنتخبات العربية. ولكن خلينا نقول ان في الاخر يعني اه كل التوفيق للمنتخبات اللي هتشارك. الدوري المغربي يا جماعة زي ما بقولك. اه دوري متميز جدا جدا جدا. اه نادي اه الرجاء المغربي عنده مشكلة كبيرة جدا ولازم تتحل في اقرب وقت. نادي الرجاء مش نادي صغير. نادي الرجاء لازم يفوق ويجيب اه مدير فني قوي يقدر انه هو اه يحافز على كينونة الرجاء يقدر يخلي الرجاء يرجعه مرة تانية ينفسه على الدوري المغربي. احنا لسه بدل يفات ست مباريات من اصل اه تلاتين مباراة لسه فضل اربعة وعشرين مباراة في الدوري المغربي علشان ينتهي اه ويخلص. اه فاتمنى اه رجاء المغربي يقدر اه يلملم شتات اموره ويقدر انه هو في اقرب وقت ان شاء الله فرصة يجيب مدير فني قوي اه للنادي ويقدر انه هو يعود تاني لمنصات التتويق. كان معكم كامرات في قناة صاحب وكرا شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.